بغداد محطة لاستقبال قطار المصالحة بين تركيا وسوريا بعد ارتفاع مستوى التصريحات بين الطرفين التي تؤكد الانفتاحة على عودة التفاوض العراق يطرح نفسه كوسيط في هذه القضية وأعتقد أنه نجح من خلال اللقاء المرتقب بين الجانبين ليجتمعوا في العراق وأعتقد أنها باكرة الأعمال التي ستنتج بالمحصلة حلول واقعية للمشاكل العلقة بين البدين ترى بغداد أن فتح طاولة مفاوضات بين أنقرة ودمشق بوساطة عراقية ستفضي إلى حل الخلافات بل وفرض استراتيجية جديدة تنعكس إيجابيا على جميع الأطراف مراقبون يرون أن اجتماع بغداد سيكون خطوة بداية في عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية بينما يرى آخرون أن الوضع لا يزال شائكا رغم حولة إزالة العوائق والضغط لدعم الوساطة العراقية التي تمثل الجهد العربي في هذا الملف لا بد أن تكون الدبلوماسية عالية في هذا المجال لا يتجه الجميع إلى موضوع التصعيد أو الحرب أو استخدام القوة في هذه الصراعات يجب أن يكون للعراق منطلق ومحور رئيسي في تهدئة هذا الصراع وأن يكون العراق منطلق لبناء علاقة اقتصادية استراتيجية سياسية بين تلك الدول ويأتي هذا الأمر بغية إنهاء مشاكل وقطيعة بين الطرفين ترتبت عليها الكثير من التعقيدات السياسية والأمنية تحاول بغداد رفع منسوب الأمل في أن يعود الأمن والاستقرار والهدوء إلى المثلث العراقي السوري التركي فالأمر يمكن أن يغير وجهة المنطقة وتركي أزمات طال أمدها محمد فاضل ألغد بغداد